هيدا إليسار شكر نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للنمائي مرحبا بيك شرفتنا بالحضور أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك مادام كوثر الزميل وكل مستمعين والمستمعات على أثير هيدا الإذاع الوطنية المحطة الوطنية طبعا زميلي وسام حمدي رفقنا في الكورونيك والتحليل بداية مولدك مبروك حلوة فاسد البافيت خلينا نخرجوا من السياق الرسمي بافيت بالخمسة توصية وسيتك لبنانية أهلا وسهلا بيك شرفتنا ينعاد عليكم وينعاد عليكم وينعاد على البلاد بحالة صحية واقتصادية واجتماعية أحسن إن شاء الله يا رب بي عادتنا في تونس حتم شريلك العصيدة ولا ذوقك العصيدة آه عظيم عظيم أنا قلتلك عملتلك كومنتر أن شو هذا الدكور الحلو اليوم دكور نائي لذاع الوطنية وحمد الله يا ربي على كل حال هذه الصورة إن شاء الله يشوفوها مو شهدينا نحاولو نتخلص أكثر ما يمكن من الموجات السلبية وفي هذا الإطار بشأن قدموا موجات إيجابية سيدة إيلي سار نتحفظه اليوم على الخطة الوطنية 13-25 تقييم تجربة تونس سنوات 2018 إلى 2020 ولكن بداية هيت نعرفوها الخطة هذية شنين مقصود بها كيفاش ننجموه نقدموها للسيدة المستمعين وأيضا المشاهدين أول شيء مادم كوصل خلينا نبلج حديثنا أنه نشتغل لجميع المجتمع لجميع فئة المجتمع ولكن منركز على الفئة النسائية لأنه هي فئة مهمشة وغير مرئية بكثير من المواضيع التنموية ومواضيع السلم والأمن إلى آخرهم بسنة الألفين قام بالأمم المتحدة صار فيه قرار قرار صوت عليه بالإجماع لا اعتراف بدور النساء في حالات الحرب والسلم والأمن هيدا كان أول قرار بيعترف بطريقة واضحة أنه النساء والفتيات كمان لهم حاجات خاصة بزمن السلم مثل بزمن الحرب وبيعترف بحقهم بالإدلاء بصوتهم بالإدلاء بإراءهم عندما تتم المناقشة على وقف الحرب أو اتفاقات السلام إلى آخرهم هيدا الاتفاق تم بعده الموافقة على تسع اتفاقات أخرى يلي هي بتعمل ما يسمى بأجندة المرأة والأمن والسلم نرجع على 13-25 لأنه أول واحد اعترف فيه بكل العالم بحق المرأة وبحاجات المرأة المختلفة في زمن الحروب له أربع نقاط أساسية هو الحماية حماية المرأة والفتاة من العنف جميع أنواع العنف ممكن بزمن الحروب أو بزمن الكوارث الطبيعية الوقاية في الحماية يعني إلا سمح الله لما يكون فيه كارثة أو وضع معين كيف فينا نحميهم كيف فينا نحمي الفيكتيم يلي بيتعرضوا لعنف معين إن كانت اقتصادي اجتماعي أو مادي لأنه كمان فيه العنف المادي هلأ بالضروري والمحور الثالث هو إدماج وإدخال حاجات المرأة والفتاة بجميع أعمال الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار ورابع موضوع هو في حالة أخذ القرارات في حالة النقاشات والمفاوضات المفاوضات لإحلال السلام تكون كمان المرأة ممثلة لأنه كمان إلى حالات معينة إلى حاجات معينة وفي عندها قدرات معينة تقدر تقدمها للوطن لكن المرأة منا بس مغلوبة على أمرها ولكن كمان عضو فعال مثل ما أنقلت بيئة المجتمع ممكن كمان يكفي العمل مع بقاية فئة المجتمع إن كانت رجال أو 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 ولكن أستاذة على مستوى يعني على أرض الواقع هل هذا يعني يتنفذ الأربع نقاط اللي كنت تحكينا فيهم اللي يتعلقوا النجم واللخصون في حقوق مدنية وإقتادية واجتماعية للمرأة هل على أرض الواقع خاصة في بعض الشعوب العربية اللي تشهد الكثير من الاترابات هل يعني مثلا على أرض الواقع موجود منه قاعد يتطبق مثلا نعطيك في لبنان لمصار الانفجار هل تمت حالات فيها أشياء للتعارض مع النقاط الأربع هذه أو في سوريا التي تشهد حرب أهلية منذ سنوات أو في ليبيا هل على أرض الواقع تطبق بعض الحكومات وبعض السياسات اللي هذه النقاط أول شي سمح لي لح جاوبك بس سمح لي في سؤال كتير يمكن يدور برؤوس التونسيين والتونسيات إنه طيب السلم والأمن وهي دولة نحنا ما عنا حربات بتونس ولكن تحتكت على وضع معين إكزاكت لألوغ ليش الأهمية هيدا الموضوع بتونس تونس ونحنا بنفتخر بتونس وإن شاء الله الله يحميكم مررتوا بمرحلة انتقالية ديمقراطية كانت صعبة كانت طويلة وصلتوا لكتير الإنجازات ولكن ما زالت هشة ما زالت هشة لأنه في بعض المصاعب بل كانت الاقتصادية ولا السياسية ولا الأمنية بالجوار المحيط بيكن ممكن يأثر على السلم والأمن هيدا يندرج في خانة وضع معين كما مسيتك ذكرته صحيح يعني كان وضع معين حروب مثل بالجارة ليبيا كمان الله يساعدهون ويطلعهون من هيدا الأزمة ولكن ببعدكن العربي وببعدكن الأفريقي كمان في خطر خطر الإرهاب الإرهاب والعنف المتطرف فهيدولي كمان إشياء جديدة على المجتمع التونسي عم تيجي من بره وممكن تأثر عليه سلبيا لكن لازم نعمل حماية حماية لكل المجتمع ونحن كبرنامج المتحدة الإنمائي عم نشتغل مع وزارة الداخلية مع وزارة العدل مع الكميتي ناسيونال لوت ضد التطر ضد التطرف والعنف المتطرف إلى آخرية عم نشتغل مع كل فئات المجتمعية ولكن التركيز من خلال 13-25 هو على المرأة لأنه هي بالتالي عم تتأثر بهذه المظاهر من كانت الغريبة أو بالمرحلة الانتقالية إلى حاجاتها ولكن عندها كمان قدرة أنها تعطي وتنتج كونتريبيي على يلي عم بيصير بتونس لكن هو بتونس ما في حرب الحمد لله ما في كارسة طبعية الله يحميكم ويحمينا معكم ولكن في وضع معين في مخاطر معينة نشتغل أكتر على على تدعيم القوانين على تدعيم الميكانيزم يلي بتحمي النساء والفتيات وتعطيهم حقوقهم المدنية وتعطيهم حقوقهم أو أو تركيز على التشريعات يعني أنها تكون ممكن تكون تشريعات ممكن كيف إدماجهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية ولكن تفعيل ربما التجربة سيدة أليسار تختلف في تونس نوعا ما عنا ترسانا من التشريعات ولكن يبقى التفعيل خطر كنا نسمع في وضع الكورونا سبع مرات ضعف الاعتداء ضد المرأة لهنا كيفية شرؤيتكم فيما يتعلق بالتجربة التونسية لك أول شغلة مثل ما تفضلت وقلت عنكن أنتو الأساس التشريعي قوي منبلش من الدستور بالمادية 46 يلي بتعترف بمساواة بين الرجل والمرأة احترام الرجل والمرأة حقوقهم وكمان واجباتهم من هيدول بعطي أنا مثل عن برنامج المؤتحد الإنمائي يلي اشتغل مع وزارة الداخلية على القانون زماني غلطاني 58 للحد من العنف ضد النساء والفتيات هيدا الترجم كمان بأشي عملية ممكن بالعمل مع الوزارة نفسها كيف بدها تزيد عدد النساء يلي بيشتغلوا بالوزارة ممكن على صعيد المودال تبع شرطة الجوار وتوعية أفراد شرطة الجوار أولا بزيادة التمثيل النسائي بين يلي بيعملوا فيه وكمان على مواضيع العنف ضد النساء وفيه كوميته سبيسياليزي بيشتغلوا على هالموضوع يلي حماية النساء المعنفات كيف ينساعدوهن كيف ينساعدوهن بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا فيه كتير قوانين يمكن التنفيذ مثل حضرتك اللي عم بفهم من حكيك منه سريع مثل ما بيتمنه التونسيين والتونسيات ولكن فيه اشياء فيه اشياء عم بتصير على المثل اللي عطيتيه حضرتك عن الكورونا صحيح 7.5% زيادة بالعنف خلال فترة الحجر الحظر الصحية اللي بقينا كلها يتنا فيه فيه بالبيت هيدا له اسبابه الاقتصادية والاجتماعية اللي كتير والاخلاقية والاخلاقية كتير معقدة يلي عم بيصير هو مثلا الوزارة حتى تخطك يبدأ تساعد النساء المعنفات تتخفف عنهن وعن أولادهم فيه برامج عم بتصير لدمج المرأة مع احترام خصوصياتها الاقتصادية الاجتماعية والعائلية نحن خلصا فين أحكي مثلا بجنوب نشتغل كتير بجنوب لإدماج المرأة هني خلنوضح سيدة إليسار تتحثى على الجنوب التونسي على وزارة المرأة التونسية بيش نبدأ وين نعم بالجنوب التونسي مع عدد من الوزارات بما فيها وزارة العمل وزارة تشهير نعم الزافر لوكال غيرهم عم نشتغل كيف يون البخوتكشون الحماية من انتشار وباء الكورونا ولكن أيضا كيف فينا نساعدهم يدل عندهم دخل يأملهم حياة كريمة يعني أدمى فينا حقوق اقتصادية حقوق اقتصادية صحيح التقييم تقييم تجربة تونس وانخيرات تونس في هذه الخطة 13-25 سنوية 2013-19-20 كيف نجمه على قلن قيمه حتى في ملاحظة سيدة إليسار مهم جدا نجم أن نعرف تجربة تونس في المجال تونس كانت من الدول الصباقة أن تعتمد قرارات مجلس الأمن 13-25 وترجمتها من خلال خطة وطنية متعددة الأبعاد متعددة الوزارات اشتغل فيها كثير من الوزارات اشتغل فيها القطاع المدني اشتغل فيها القطاع الشغل هون بتسموه قطاع العمل تحتى عملوا هاي دي الخطة الخطة عمره سنتين الخطة عمره سنتين عم بيصير ترجمتها متل ما أنا قلت قبل عم بيصير ترجمتها على نستوى القطاعي كل قطاع شو معنات هالحاكي كيف بدوا يود مجنساء كيف بدوا يؤملون حقوقهم إن كان حقوقهم مثلا بالتعلم كان حقوقهم بالصحة كان حقوقهم بالعمل إلى آخره كليته عم يترجم على المستوى القطاعي نحنا كبرنامج عم نشتغل كتير مع وزارة الداخلية ووزارة العدل مثلا كيف الوصول إلى الخدمات الخدمات القانونية للنساء المعنفات إلى آخره في كتير اشي عم بيصير عم بتصير ولكن بعد ما في تقييم إذا بدك متكامل شامل ماذا من قبل الدولة تيشوفوا الخطة بطريقة متكاملة بس بالسكتور بالقطاعات عم بيصير شغل وفي إرادة يعني تونس كانت الدولة الخامسة يمكن عربيا يلي بتعتمد وبترجم هالقرار الأممي يلي هو قرار ملزم على الواقع عنده بالبلد ماشي غريب عن تونس أنتوا أصلا تحكي عن لبنان مع كل موديستي جيمود ومحبتي لوطني لبنان محبتي لسوريا محبتي إحنا منا ونسنين كون بحقوق المرأة بالقليلة تشريعيا مثل ما أنتوا بتونس وكلتنا بنعطي تونس كأكزامبل عن تقدم واحترام حقوق المرأة يلي هي بالأخير نصف المجتمع بالضرورة أيدنا ما بتزقف لحالة أنت عم تتخلى عن نصف مجتمعك وإنا معايا اليوم النصف نصف التالي ويسيم وموضوع حقيقة مهم وثريك نحكيه على الخطة 13-25 فيه العديد من الجوين بو النقاط ولكن اليوم النجموش نختزلها ونختصرها في العنف ضد المرأة فما حاجة زادة مهمة مجال تدخل الخطة هذه تشمل التنمية ولهن سيدة أليسار حقيقة في تونس فما معطى مهم ومؤرق جدا يتعلق بعمل النساء الريفية اللي ساهموا بنسبة كبيرة في الاقتصاد الوطني في العمل الفلاحي وفي الانتاج الفلاحي ولكن معظم هن يتعرضن لحوادث شغل إذا سحل التعبير حقيقة يتنقلوا في ظروف مهينة جدا لكرماتهم وغيرها فما قوانين ولكن الردع ما زال مش مفاعد بالشكل الألا كافي اليوم شنو مجال تدخل برنامج 13-25 في مجال التنمية ومجال مرأة الريفية في تونس بالمبارح بالأخص كنت عند السيدة الوزيرة وكنا عم نحكي عن هالموضوع بالأخص حكيت الحوادث الحوادث لأنه شي مقلق مقلق يعني وكل في كتير أنا يعني بعرف في كتير من المنظمات وغيرهم عم جاربوا يشتغلوا على هالموضوع هالموضوع له شقين مثل ما تفضلتي فيه القنون ولكن فيه الواقع خصوصا بالمناطق الريفية الواقع هدو يعني إن كان التنقل إن كان العمل بي أمنه وسيط هالوسيط بأغلب الأوقات من العيلة من العرش من المنطقة من غيره سو المرأة بطبيعة الحال هتأمن أكتر تروح مع الوسيط من إنها هي تدبر أمورها أو تروح مع حدا غريب ففيه شق اجتماعي كمان لازم نحنا نشتغل عليه مع النساء توعوي اجتماعي ولكن أيضا تنظيمي يعني أنا لما نكون نحنا عنا مجموعة نساء منظمين عم يشتغلوا مع بعضهم عم يتكاملوا مع بعضهم بيكون عندهم القدرة ينظموا أمورهم بطريقة أفضل سو تنظيم العاملات الريفيات أو تنظيم المنتجات بالريف كمان موضوع ممكن يساعد ممكن يساعد أنه تقليل إذا بدك أو الإقلال من هذا الخطر يلي عليهم أنه يقبلوا بشو من كان يقبلوا بأي طريقة للتنقل وغيره وهي كمان تنظيم لجمعيات تجمعات فيديغاسيون هن يقدروا يطالبوا يعني بالأخير منقول نحنا لن تكون مجموعة تكون أقوى يعني إذا قصمنا مثلا بدنا نروح مشوار وقصمنا سيارة منيحة على ثلاثة نحنا هلق موجودين ممكن أن يأخذ سيارة لائقة بس إذا كل واحد لحاله بدو يروح بدو يدفع مش بدو يأخذ سيارة لائقة بدو يضطر باللي أقل صحيح هي توعوية هي اجتماعية هي كمان تنظيم النساء وتعريفهم كمان بحقوقهم وبقدرتهم على التغيير نجو اليوم نقول وفهم أنت لائقة في معالجة الموضوع هذي بشكل جذري نحنا عم نشتغل على شي بيسمو شين دو فالور يعني بالعرب يسمحوا يعني يعني إذا مثلا أنا عندي إنتاج معين هالإنتاج بدو مدخيل في ناس غيري عم يعملو هالمدخيل يلي هني بنسبة إلهم إنتاج بالنسبة لألي يعني مواد أولية إذا بدك عم نجرب ننظمهم كلهم مع بعضهم تيحسنوا كلهم من النوع الإنتاجية تي نربطهم مع بعضهم كلا ييتهم تحت يصير كمان عندهم يعني بالعربي شوي الكلمة صعبة بيخدوها دغري ثورجية يكون عندهم صمود بوجه أي مشاكل اقتصادية اجتماعية ممكن تأثر فيهن يعني تنظيم العمل العمل مش كفرد فرد يشتغلوا سوى كفئة جماعية كله بينجح أو كله بيرصب بالأخير يعني أحسن من كل واحد لحاله ففيه مشاريع كتير بالجنوب عم تدرس هيدول الشين دو يلي عم تنتج هالمرأة يلي عم تشتغل فيها المرأة عم يجربوا يقووها عم يجربوا يجهزوها عم يجربوا كمان يشوفوا كيف فينا أويلة الصمود إذا متعلميت شوي عم بيروحوا شوي على الديجيتاليزاسيون يعني في كذا أوبسيون حتى يدلوا هني عم يشتغلوا سمحيلي بس نوه بنقطة الخطة التونسية بتحكي عنها بس ما حكت عن يعني ما بتحكي عنها بالوضوح نفسه القرار 13-25 هو دور التوعية والمناصرة وهون دوركم كصحافة دوركم كأعلاميين دوركم كمؤثرين بالرأي لتوعية النساء على الحقوق على الواجبات فم عمل كبير في الحقل الإعلامي في المجال هذي حقيقة سيدة أليسار بش نختم بموضوع يخص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيه علاقة بالمسنين عنا مستجدات في الموضوع هذي صحيح مثل ما بتعرفي منظومة الأمم المتحدة كلها يتا بتشتغل على يعني عدم شو بقوله عدم استثناء أو بيقوله عدم تخلف بعض الفئات المجتمعية عن الركب نو لكن أنا بحب أقولها ما نستثني أحد أهياً للفهم يعني كمان الكوفيد كان كارثة ولكن فتح عيوننا على أمور كتيرة لازم تتحسن بالمستقبل من بينها من بينها الفئات المهمشة يعني المسنين بكتير من البلاد الأجنبية تركوهن يموتون نعم ما عاد فيهم ياخدوا الطبابة ما عاد فيهم ياخدوا الأدوية فكانت مبادرة كتير حلوة من وزارة المرأة والعائلة والمسنين مع صندوق الأمم المتحدة صحيح صحيح خطر نحكيوا على تجربة مات لا لا هنا نوضح فقط نحكي تونس في تونس نحكي تونس وزارة المرأة والأسرة والمسنين صحيح والأسرة والمسنين التونسية مع برنامج مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكتفنا واتفقنا أنه أول شغلة يصير شغل على استراتيجية وطنية لا حماية والمسنين ولكن كمان الاستفادة من اللي ممكن يعطوه للمجتمع والعمل على كود للمسنين والعمل على التوعي على أهمية دور المسن في المجتمع بلشنا بأول أكتوبر عن يوم المسن العالمي هنكفي كمان بهيد الطريق إذا فكرنا المسنين هنا ما بس فئة مهمة شي لازم نحميها المسن بيساهم حتى بعد ما يطلع على المعاش لغتغات على الاقتصاد بتجربته بيشتري مواد بيشتري سيرفيس بيعطي من سروته لأولاده لعائلته بينتخبه أسرع أكتر من الشباب لكن عندهم دور تغييري بالبلد أوقات كتير أكتر من الشباب ينتخبه وينتخبه أكتر من الشباب من الشباب أوقات المسن المسن كمان عنده دور اجتماعي دور اجتماعي بمجتمعه بالكوميونيوتات تبعيته بنصح بالإرشاد بحل المشاكل طبعا طبعا وبالحفاظ كمان على التاريخ وعلى التراث الغير مرئي يعني في كتير قصص في كتير أغاني منا مكتوبة منا مسجلة جدّة وجد جدّة وهي دولي كلها ييتون بيعرفوها وبعدنا منتنقلها بنهاية هو إنسان حتى كان ما عندهش حتى مزايا صباح يحمي كمان وبالنهاية احنا بش نولي ومسنين صحيح صحيح يعني أنا بس بحب هو في المدخل الأخلاقي اللي كتير مهم ولكن كمان إذا بنا نفكر بطريقة باردة المسن كمان عنده كونتريبوسيون عن المجتمع نستخل لها وهايدا كان مبارح محور الاتفاق يلي صححنا مع السيد الوزيرة التونسية ومع زملائنا من يونف بياي يلي هو صندوق السكان حاجة مزيينة برشة مجهود قاعدين تقوموا به شكرا جزيلا مرة أخرى شرفتنا بالحضور سيدة إليس هارشيكر نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا نحب نواجه تحية الزميلي حاتم بوكسر اللي أمن الحضور هذية إن شاء الله يا ربي نعود ونطلقاه في موعد قادمة ما حسنش من بث الأخبار هكا مزيينة في نهارك عايشك مدام كوتر وبدي كمان اتشكر زملائي بهيئة المتحدة للنساء كمان عم يعملوا عمل كتير كبير ونحنا مشتغل معاهم كتير على كتير مواضيع وبدي أتمنى لكم مولد مبارك لحضرتك ولسيد ويسام ولكل اللي اللي عم يسمعونا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بعد شوية مواصلين في الجزء الثاني من برنامج البلاد اليوم رفقة زميلي ويسام